السلام عليكم في كثير ناس بيسألوني هل ممكن الممرض ينرفض في مقابلة السفارة ما انت بتقوله المقابلة الشكلية كلها 3-4 دقايق وانت هيكيك مقبول من قبل ما تدخل الجواب طبعا في ناس بترتفض قبل ما تقدم على الهجرة الى امريكا لازم تعرف انه الموضوع جد وانه هاي دولة كل الناس بتهجر لها واي كذبة بدك تكذبها هم ما رجع عليهم 5000 مرة ومش رح تضحك عليهم فلما تعرف شو الاوراق اللازمة وشو الامتحانات اللازم تنجح فيها وشو الرسوم اللازم تدفعها بدك تقوم بكل هاي الامور واي واحد مش موجود رح تنرفض من اسباب رفض الممرضين في مقابلة السفار الامريكية مثلا لو بالفحص الطبي ظهر انه عندك مرض معين مش مرض معين يعني ضغطه سكر والكلام الفارغ لا هم بيركزوا على الامراض المعدية بيركزوا على انك تكون لا تشكل خطرا على الولايات المتحدة فلو ظهر انه عندك مرض هم اصلا تخلصوا منه قبل سبعين سنة مش رح تسافر مثلا حصبة جدري نكاف سل تفؤيد كوليرا او مثلا رافض تأخذ مطعم الكورونا او اشي زي هيك بدك تأخذ الثلاث جرعات فلو ظهر انك خطر على امريكا من ناحية صحية ووبائية ما في قبول بالمقابلة برضو لو ما عملت الفحص او رفضت او تأخرت فيه مش رح تنقبل بالمقابلة زي ما انت لازم تكون لا تشكل خطرا على امريكا من ناحية صحية يجب ان لا تشكل خطرا من الناحية الجنائية فاذا انت رافض تجيب حصن سيرة وسلوك من بلدك او من البلد اللي انت فيها لنفرض انك اردني شغال في السعودية بدك تجيب من الاردن من السعودية حصن سيرة وسلوك رافض انك تجيب حصن سيرة وسلوك من اي بلد اقمت فيها اكثر من 6 شهور مش رح تنقبل بالسفارة لو انت جايب حسن سيرة وسلوك لكن مدتها منتهية يمكن يرفضوك ويمكن يقولك بحطك على اجراء اداري معك شهرين تجيب لي واحدة جديدة لو انت مش جايبها اصلا لانه انت عارف انك عامل جريمة ومش رح يطلع لك عدم محكمية او حسن سيرة وسلوك فخلاص مش رح تنقبل بالسفارة برضو لو انت كذبت في المقابلة باي شكل من الاشكال يعني مثلا انت بقدم شهادات تثبت انه عندك خبر عشر سنين في المقابلة قلت له انا خبرتي خمس سنين معناته يا الورقة مزورة يا انت ها سكذاب عن ناحيتين ما رح يقبلوك من اهم اسباب الرفض في مقابلة السفارة الامريكية سواء للممرض او لغيره الكذب لانه انت بتكذب معناته بخب مصيبة اكبر من اللي انا سألتك عنها لو سلمت اوراق مزورة برضو رح يعرفو ورح يرفضوك واحتمال ينعملك بلوك انه من هون لسنتين او ثلاث ممنوع تقدم للسفارة واحتمال ينعملك رفض نهائي ممنوع تدخل للسفارة بعد اليوم لو انت مثلا جايب له عقد عمل مكتوف فيه مثلا الراتب ستين الف بالسنة ولما سألك قلت له الراتب خمسين الف بالسنة معناته هذا العقد مزور او العقد سوري انت جايبه من اي جهة او كاتبه بايدك المهم تعدي هاي المقابلة ولما تروح الى امريكا بفرج هلا هم بدهم واحد عارف شلو ايه لو شلو عليه ولاقي شغل عن جد وفيه جهة رح تستقبله وتشغله ومش مضحوق عليه من اهم الاسباب او السؤال العقدة اللي ما احدا بعرف يجاوبه لو رحت على امريكا بعد اكم سنة تطلع منها او شو اللي بثبتلي انك رح تظل في امريكا في كل انواع الفيز امريكا بهمها انك تقعد الفترة اللي تعهدت فيها وتطلع لبلدك مش تظلك في البلد وتطلب لجوء وبعدها تطلب جنسية وانت اصلا مش من حقك تطالب ايشي خلص معك فيزا سياحة ثلاثة شهر ثلاثة شهر روح معك فيزا دراسة اربع سنين اخدت البكالورس بتروح الا فيزا العمل اللي منها الممردين والاطباء والمهندسين وغيرهم هاي الفيزا لازم يتأكدوا شو اللي بثبتلي انك مش رح تطلع من امريكا انا بديك تصير مواطن وتاخد جنسية وتحمل جواز سفر امريكا وتظل فيها فلو قلت له انا والله بدي اقعد فيها مثلا خمس سنين لحد ما اسكر ديوني رح اقول لك مرفوض انا بدي واحد اظل في البلد طول العمر لو قلت له رح اظل فيها الى ان يصير عندي في بلدي بيت وسيارة تفكر حالك في دبي طبعا رح تنرفض فالاجابة النموذجية انه رح تناوي اظل فيها على طول انا مقدم هجرة مش سياحة هجرة يعني بدك تظل غاد يعني بدك تصير مواطن منهم من اهم الاسباب اللي رح ترتفض فيها في المقابلة او مش رح تدخل اصلا على المقابلة لو انت مش دافع رسوم المقابلة رسوم المقابلة تقريبا 345 دولار عن كل فرد فلو انتو اربعة رح تدفع 1400 دولار تقدر تدفعهم قبل المقابلة في شهر وبتقدر وانت داخل على المقابلة تدفعهم بيقبلوا كاش بيقبلوا كارت الفيزا بيقبلوا بطاقة البنك لكن ما بيقبلوا شكات فذا انت داخل على المقابلة ما معك ولا جرش رح اقول لك لما تحاسب ترجع لنا روح خلق موعد جديد ورجع لنا بعد تلتشهر ستشهر انت وحظك بالتوفيق للجميع ولا عنده اي سؤال يكتب لي تحت بالتعليقات كل فترة بنعمل فيديو الرد على اسئلة المتابعين وان شاء الله بتجاوب عليه الجميع لو عجبك الفيديو لايك للفيديو لو عجبتك القناة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس مجرد اشتركت بالقناة اتأكد انك حاطت الاشعارات الكل وليس مخصصة عشان كل ما ننشر فيديو يوصل لك اشعار ان محمد ناصر نشر فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة